ربما ما كانوش ناس كثير منتظرين أن يخرج منها شيء أو على الأقل في هذه الظروف خرج من توكيو أكثر ما خرج اليوم هو من توكيو من اليابان فقد أقدمت اليابان على عملية انقلابية إذا شئنا على عقيدتها الدفاعية أو عن سياستها الدفاعية التي فرضت عليها منذ الحرب العالمية الثانية كما تعرفون هزيمات أكبر المهزومين في الحرب العالمية الثانية هم ألمانيا اليابان وإيطاليا هذا هو محور اللي كان متحالف مع بعض البعض وطبعا كان جهات أخرى لكن هذه هي أهم الدول التي هزيمت فرض على ألمانيا وعلى اليابان إيطاليا لم يفرضوا عليها شروط كثيرة ولكن ألمانيا واليابان فرض عليهم شروط شديدة جدا في مجالات متعددة خاصة في المجال العسكري إلى الدرجة أن ألمانيا واليابان تقريبا ما عندهمش جيوش بالمعنى الكلاسيكي والحقيقي وما لديها الدول الأخرى إلا أن من أخطاء الكبرى اللي ارتكبها بوتين بغزو لأوكرانيا هو أنه أعطى الفرصة لهذين البلدين باش يعودون مرة أخرى لبناء قوتهم العسكرية وبترحيب دولي غربي يعني الولايات المتحدة وكثير من الدول الغربية رحبت بشدة ربما ما عاد فرنسا وبولندا هالدولتين لكن أكثر الدول الغربية رحبت بشدة بقول ألمانيا بعد ثلاث أيام من الغزو الروسي قالت ألمانيا من أنها ستبعث أو ستبث مئة مليار يورو في صناعاتها العسكرية ومن أجل قضايا الدفاعية اليوم اليابان وضع مئتين مليار دولار الآن لبناء جيش لعادة بناء السياسة الدفاعية وعادة بناء لأن اليابان ما عندها الجيش عندها قوات الدفاع سموها قوات الدفاع الذاتي فقط حرمت من أن يكون لها جيش فتغيرت العقيدة اليوم تماما أو أعلنوا عليها اليوم أعلنوا عن تغيير العقيدة العسكرية قلت مئتين مليار لا فمش مئتين مليار هي ثلاث مئة وعشرين مليار دولار قالت اليابان من أنها ستخصصها لتقوية قدراتها العسكرية والتزود بسواريخ قادرة على ضرب من؟ على ضرب الصين في هنا احتجت جارتها الكوريا الجنوبية على بند في السياسة الدفاعية إلى آخرها وأقرت الحكومة اليابانية تعديلات قانونية هي الأكبر من نوحة على استراتيجية الدفاع منذ الحرب العالمية الثانية وتصف وثيقة السياسة الدفاعية الجديدة الصين بأنها التحدي الاستراتيجي غير المسبوق وكما تصف روسيا بأنها مصدر قلق للأمن القومي بهذا ستنتقل اليابان ليس فقط ستضع ثلثمية وعشرين مليار دولار سريعاً في ميزانيتها الدفاعية من أجل بناء منظومة دفاعية متكاملة من أجل تسلح من أجل بناء طائرات بناء غواصات بناء بوارج حربية بناء دبابات وطبعاً التكنولوجيا اليابانية يعني هي من أرقى التكنولوجيا في العالم وهي ساعدت ساعدت الدول الغربية في صناعاتها العسكرية ولكن هي ممنوعة لها الصناعات العسكرية الآن سيتغير ذلك سيتغير ذلك وذكرت بوضوح في عقدتها الدفاعية هذه الجديدة من أن الخطر الأول هو الصين ثم إذا شئنا الخطر الثاني هو روسيا لماذا ذكرت الصين وروسيا بالذات الصين لأن قالت من أن الصين هدد بوضوح من أنه سيحتل طايوان وسيحتلها حتى عسكرية وقال أن هذا اليابان قال بالنسبة إلينا احتلال طايوان يعتبر كارثة استراتيجية لو تحدث وها تهديد أمني وقومي واضح لنا وبالتالي لن نسمح بذلك وكيف لا يسمحون بذلك؟ يجب أن يعيدوا بناء قدراتهم العسكرية وأن لا يعتمدوا فقط على الولايات المتحدة في مواجهة الصين الولايات المتحدة رحبت بشدة بالتغييرات بالرغم من أن الولايات المتحدة هي التي فرضت على اليابان وعلى ألمانيا ونزعت سلاحهما ومنعت عليهم التسلح ومنعت عليهم بناء جيوش تقليدية إلا أنها رحبت في الحالتين في ألمانيا وفي اليابان بتغيير العقيدة العسكرية ودخولهم للصناعات العسكرية ولكدول كبرى في العمل العسكري طبعا أكبر الآن دول سيكونون إلى جانب المولايات المتحدة على مدى عشر سنين ومستعشر سنة هي ألمانيا واليابان سيتفوقون على بريطانيا وعلى فرنسا وعلى هولندا وعلى كل وعلى كندا وعلى كل دول غربية الأخرى لأن ألمانيا واليابان ليس فقط لأنهم الاقتصاد الثالث والرابع في العالم ولكن أيضا لأن التكنولوجيا الألمانية واليابانية تعتبر إن لم تكن هي الأولى فهي دائما مع الأوائل يعني هي الأولى مرة تتفوق حتى على الولايات المتحدة وأحيانا يكونون مع الولايات المتحدة في نفس المستوى الألمان واليابان وقالوا وقالوا اليابانيين أن هذا جاء بعد أن عبر الجبهور الياباني في استطلاع رأيه في يونيو الماضي على 90% من اليابانيين على أن بلادهم يجب أن تستعد لغزو صيني لطايوان ثلاث أسباب إذن حركت اليابان إذن ثلاث أسباب سبب الأول تهديد الصيني بغزو طايوان وهذا فيه مخاطر كبرى على اليابان لأسباب وتعديدة من طولش عليها ربما كالجنهار تحدث عليها بشكل موسع التهديد الروسي اللي ينفذ بغزو أوكرانيا عندها مشاكل مع روسيا لما تشوفوا الخريطة طبعا روسيا 17 مليون كيلومتر موربع متواجدة ما أخذ تقريبا نصف أوروبا وما أخذ ثلث آسيا من المساحة أو ما يزيد ستجدون أن اليابان تقع بالقرب من الصين ومن روسيا ومن كوريا الكوريتين الشمالية والجنوبية اليابان هذه الدول الأربعة لديها معها مشاكل المشاكل الأقل هي مع كوريا الجنوبية لأنهم ما في نفس المحور الغربي لكن هناك مشاكل مع كوريا الشمالية ومع الصين ومع روسيا مع الصين ومع روسيا عندهم مشاكل متنازعين على الجزر كثير الجزر هي هناك المتنازع عليها مع كوريا الشمالية طبعا تهدد فيهم كل مرة بالسواريخ الباليستية هذا التغيير هو تغيير جوهري وستراتيجي وسيكون تأثيره هائل في الساحة العالمية بعد عودة المارد الألماني مستندا إلى الغزو الروسي لأوكرانيا عودته العسكرية ها هو المارد الياباني يعود مرة أخرى ولماذا نسموه المارد الياباني أو الألماني كما غزت ألمانيا أوروبا بداية من 37-38 بدأت تغزو فيها والغزو الرئيسي جاء في 39 فإن اليابان كانت غزت قبل الحرب العالمية الثانية غزت مجموعة من دول الأسيوية بما فيها الصين تخيلوا أن اليابان كان تحتل أجزاء هائلة من الصين والفليبين والكوريتين وبلدان أخرى كثيرة اليابان كانت قوة عسكرية ضاربة إلى درجة أنك تجد أن الولايات المتحدة في 200 سنة الأخيرة هذه لم تهاجمها لم يهاجمها إلا طرفين الولايات المتحدة طرفها كنبلك تعرفوه مؤخرا وهو بلاد في 2001 فيما سموه غزوة نيويورك قبل ذلك في 1941 لا ذكرتي جيدة بيرل هاربر كان الهجوم الألماء الياباني الأوسع على الولايات المتحدة ومن ذلك دخلت الولايات المتحدة الحرب بعد ذلك الهجوم لأن الأمريكيين أنا ذاك شعب الأمريكي لم يكن متحمسا للحرب العالمية قال هذه حرب أوروبية خلنا منها لكن اليابان أعطوا المبرر للأمريكيين هذه تغييرات هذه تغييرات استراتيجية وتغييرات هائلة الصين احتجت بشدة على تغيير العقيدة اليابانية كوريا الجنوبية احتجت ولكن احتجت لسبب آخر وهو أن هناك جزر متنازع عليها مع اليابان ووضعتها اليابان أنها تابعة لها تماما الروس سيحتجون أكيد لكن القوى الغربية وعلى رأس الولايات المتحدة وهي التي كانت نزعت سلاح ألمانيا وسلاح اليابان سارعت للتهليل للتهليل وللفرحة بهذه الخطوة خاصة الولايات المتحدة وبدأ الحديث على أن اليابان ستقوم بصناعة طائرات مشتركة مع البريطانيين ومع الأمريكيين ومع الغربيين الآخرين وأشياء أخرى كثيرة رح نروا العجب عندما تدخل اليابان في معركة التسلح سترى العجب بالمناسبة اليابان ممنوع عليها بيع السلاح ممنوع عليها قيام جيش وممنوع عليها بيع السلاح وممنوع عليها امتلاك السلاح النووي الآن اليابان تستطيع أن تمتلك السلاح النووي في ظرف أشهر لو أرادت